وبدأ الرب يحط في طريقي معلم معين في الانترنت وبالانجليز يسمه جون هاجي لو عايزين تسمعوله عشان تتعلمه يعني الراجل ده كان بيتكلم سوري كينس ايه هاجي الراجل ده بيتكلم انه هو صغير كان مريض والله اقامه من على زراعي من سرير الموت وبدأ الله يعلمني من خلاله يعني ايه الايمان بالشفا ويعني ايه ان خطة الله اصلا فيها ان الجلدات طب هو ليه اصلا المسيح تصلب ليه طيب ليه ما تصلبش على طول من غير ما يتجلد ما فيش حاجة ربنا عملها هباء من غير سبب فزا كان في الاول قبل ما يروح للصليب راح للجلد لسبب ما كان ممكن يروح للصليب على طول لا اصلا الكتاب بيقول الذي انا بجلداته قد الشوفيت اللي بجلداته شوفيتم هي ترجمات كتير فاذا كنت شوفيت في الماضي في الماضي خلاص يبقى انا شوفيت في الحاضر فاللي يمنع ان انا اتمتع بالشفاء فعلمني الرب بقى ان في شفاء وان خطتي هي الارمية احتاشر تسعة وعشرين نوتو هارميول تسعة واشرين احدى عشر سوري تسعة واشرين احدى عشر الانجليزي بوز العربي لان عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول رب افكار سلام لا شر لا اعطيكم اخر عشان يدي رجاء لازم يدي حياة وعشان يدي حياة لازم الحياة دي تبقى سليمة فتجيبها من كده تلاقي في الشفاء وتجيبها من كده تلاقي برضو في الشفاء وبعدين كان في حد بيتكلم عن السلطان الروحي وخطط ابليس طبعا الكتاب بيعلمنا ان هو اللي قتال منذ البدء ابليس فاليوم اللي كنت فيه سمع النفس ده او حاسة بالنفس اللي فرقبتي ده ده كان ملك الموت بلغة المسلمين لكنه ابليس باللغة الحقيقية اللي احنا فاهمينها لان كان فيه خطة منه لإهلاق الطفلة دي ده اللي كان جاي في اليوم ده عشان ينهي حياتها بس لان الله سبق وقال لي اعلني الشفاء فانا كنت وقفة بالكلمة بسلطان الام او وسلطان المؤمن بينه وبين الطفلة فما كانش عارف يعدي في دايرة الروح لكن لان هما برضو اجناد الشر الروحية دي عندها ضمير في شغلها مرجعش فاضي راح اخد البنت اللي ما فيش حد واقف بسلطان يغطيه اشتركوا في القناة